موسيقى موسيقى سهل فلو أهلا بيكو ولقاء جديد من آخر النهار يا رب تكونوا بخير باشكركم بارح ناس كذي يعني سألت علي باشكركم دور برد كده زي ما اكون دخل فوقي كان بتحشق صوتي راح بس بقى سخونية وبتاع بس الحمد لله يعني ربنا كريم مش الدور يعني تمام ويعني ساعدته بأستاذنا على فكرة انا لما بقول أستاذنا ما بقاش بجامل للأستاذ عادل حمودة هو مش اكبر مننا بكتير يعني يمكن يكون اكبر تلات اربع خمس سنين ما اعتقيت مش عارف اكبر بقديه بس مش كتير بس احنا كنا شباب في صباح الخير بنتنطط وبنتحرك وبتاع وبعدين عادل حمودة ده مهم جدا في روز اليوسف وبعدين مسك جورنان مجلة اسمها الوادي كانت عملتها مؤسسة روز اليوسف بالاتفا مع السودان وكان المشرف عليها الاساسي كان الاستاذ هبع نايت الرسام والصحف الكبير وعادل حمودة جمسكها فكان هو رئيس تحرير يعني هو احنا صغير يعني ما كانش كبير في السن هو شنشاطر جدا موهوب جدا وهو احد تلميذ استاذنا الكبير رحمة الله الاستاذ صلاح حافظ وكل بقى استاذ روز اليوسف اشتغل معهم استاذ عادل حمودة فكان هو الفتى المدلل الشاب الموهوب اللي جيه مع كل الاستاذ القبار ده يشتغل وخد مناصب كتير لانه شاطر جدا فعشان كده بقول استاذنا مش مجاملة ليه لا ده الواقع يعني ده الواقع انه كان يطلع انا كان حظي كويس كنت قاعد في قوضة فيها عبقرها الاستاذ الناحة فريد ربنا ديالسحة والاستاذ روف عيدة اللي ارحمة والاستاذ رمسيسة اللي ارحمة كنا احنا الاربعة في القوضة الزناعة نفس كده دخلت حطيت مكتب واقعدت معهم معا كانوا كبار يعني برضو مش في السن في المقام كانوا يعني كان يطلع بقى عادل حمودة يقعد ايه في القوضة عندنا يقعد جنب الاستاذ الناحة فريد ربنا ادي الصحة يخليها لينا يقعد جنبه يتكلمه ويتلم المجلة كلها تيجي تسمع ايه اه اخبار المهمة من الاستاذ عادل حمود الصحة في البارس وهو كان يعني يعني اه اه جميل ورقيق ودافي ومعندوش بقى غرور ولا حاجة ان هو يعني كان حاجة ممتازة لغاية دلوقتي فانا بشكره ان هو يعني كان معاكم بقى رحمة وبشكره تاني عشان الكلام اللطيفي قالوا علي يعني انا قد لا استحقه لكن هو رجل مجامل ولطيف بشكره شكرا جزيرا جدا 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 وانا يعني بقول له من خلال حضراتكو ان انا بسعد بيه كل يوم حد بنا استمتاع صحفي حياته مختلفة شوية عن حياة الناس لانه فيها كل يوم حدث فيها كل يوم حاجة مختلفة فيها كل يوم شخصيات مختلفة عن بجاعة مبارح الصحفي عادة حتى لو قاعد في مكتبه يعني لو ليه مكتب بيروح يقعد عليه طول النهار بتختلف القضايا والضيوف والدنيا والتليفونات النهاردة فيه كذا يبقى كل الحاجات حوالين كذا دي وبعدين بكرة كذا يعني اعتقد انه ده حظ من حصوص الناس ان تمهنة متعبة لكنها رائعة لانها متغيرة ما فيهاش روتين خالص يعني وانت صغير تجري تعمل تحقيقات كده تحقيقات كده نشتغل لكل انواع التحقيقات كمانا يعني فالصحفيين من الفئة المتعبة لكنها فئة محظوظة انا في اعتقادي انها بتستطيع انها تقترب من الناس وتشوف الناس يعني